السناوي عبد الرحمن بجرة محمد اليحيوح حسين سلمان حمد حيدر ناصر العازمي محمد حسين أحمد محمد دكسن أحمد مسلم محمد المرزوق فرج جراح حبيب يدرب نادي يرموك المدرب الوطني خالد المنلى وعدار الفريق أسامة السامح بدت المباراة والكرة مع نادي يرموك بدت المباراة كانت هجمة لكاظمة وسجل منها هدف كاظمة الهدف الأول والآن الكرة مع يرموك وحكام مباراة اليوم الحكم داخل الملعب الحكم محمد بو يامبش وشاعدة بدر المطوع هذا حكام داخل الملعب حكام الطاولة هادي نصير وعبد العزيز صرخو والمراقبين الفني جاسم لسويني والعداري أحمد المطوع الكرة مع يرموك محمد حلو يحاول الدخول وفيها صده ولكن فيه خطأ يحصل عليه لاعب يرموك محمد اللي يحيوه خطأ رمية حرة رح ينفذها فيصل العسعوسي محمد عامر فواز احسين هاني محمد عامر وفيه خطأ محمد عامر خطأ لليرموك اليرموك بيلعب ثلاثة 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 خطأمان وتصويبها قوية من خارج منطقة التسعة متر من فواز الشمراء يسجل الهدف الأول لليرموك تصبح نتيجة تعادل للفريقين الحدد آدي يدخل ويسجل يوسف الحدد الهدف الثاني لكاظمة خطأ ورمية حرة فيها دقيقتين على يوسف الحدد إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين الآن كاظمة رح يلعب ناقص واليرموك كامل هل يستفيد اليرموك من هذا النقص في صفوف نادي كاظمة ويغير النتيجة ويتعادل محمد عامر يصوب وبشيلها حسن داشتي ترجع لمحمد عامر لكن فيها صفارة قبل وصولها لمحمد عامر وإشارة حكم المباراة محمد بيابس واضحة لمس منطقة السنتمتر ترجع الكرة للكاظمة اليرموك وصل للمباراة بعد فوجة على فريق التضامن وكاظمة وكاظمة بفوزة على فريق الفحيل صد حلوة من حبيب جراح الحبيب وفيها تصويبة وصد أحلى من أحسين داشتي وضيعه من أحسين هاني لحد الحين اليرموك لم يستفد من النقص العددي في صفوف كاظمة اكتمل كاظمة الآن إبراهيم الأمير محمد جواد سعيد الحيداري كاظمة بيلعب ثلاثة سنين ثلاثة 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 قط أمامه ثلاثة قط خلفي يحولها إلى أربع سنين الحيداري مقاطعها حسين هاني إلى رمية جانبية ترجع ليه كاظمة الحيداري بيصوب وصد أحلى من جراح الحبيب كوتا صويبة من الحيداري لكن حسين جراح الحبيب بيشيلها ترجع شريعة لليرموك محمد سقطها للعسعوس على الدائرة ورمية الجزاء رمية السبع متار وانذار لأحمد مراد أحمد مراد أحمد عبد الهادي مراد انذار ورمية جزاء لليرموك راح ينفذها فيصل العسعوسي وإحسين داشتي فيصل أحسين داشتي بيشيلها ترجع الكرة لفيصل العسعوسي رجحها داخل المرمى يسجل الحدف التعدين تعادل الفريقين أثنين أثنين حلوة منه أحسين داشتي صدها لكن مدافعين ما كانوا موجودين رجعت لي للي صوب رمية الجزاء وهذا خالد الملة بدرب نادي يارموك ترجع الكرة ليه خضما الحيدري محمد جوا الحداد حمد جوا الحيدري بيصووArm تصويب قوية من ساعد الحيدري ساعد الحيدري ترجع ليه يرموك حسين هاني ولوب حلو من حسين هاني حسين هاني يحط الهدف الثالث بلعبة سريعة وحسين هاني يلعبها لوب من فوق حسين داشتي داخل المرمى يسجل الهدف الثالث خمس دقائق و خمسة وعشرين ثانية مضى من زمن الشوط الأول والنتيجة تعادل الفريقين ثلاثة ثلاثة الفايز من هذه المباراة سيقابل نادي الكويت في قبل نهائي الحداد سقط أحمد مراد أحمد عبدالهادي مراد يضيح ترجع ليه حسين داشتي أيضا يصدها حسين تق وفيها إصابة لحسين أحسين هاني وبرافول أحسين داشتي وأحسين هاني سلامات لعبة سريعة وأحسين هاني صوبها لكن أحسين داشتي بيشيلها واستدام بين المدافع والحارس سلامات لاعب نادي يرموك أعزائي المشاهدين طبعا نرحب بكل من ينضم إلينا ويتابعنا عبر تلفزيون الكويت من خلال قناة قناة سبورت اللي تنقلك أحداث بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد المجموعة الأولى ضمت العربي والقادسية وخيطان والساحل والقرين والسليبخات والسالمية المجموعة الثانية ضمت الكويت والسالمية وكادمة واليرموك والنصر والشباب وفهيل والتضامن ووصلوا للدور الثمانية أربع فرق من المجموعة الأولى اللي هم القادسية والعربي وصلي بخات كل معي كاظمة حيداري حداد عبدالله العنزة محمد جوات الحداد الحيداري بيوصل هنا عبدالله لكن جراح الحبيب بيشيلها برافولي جراح الحبيب أوصلوا من المجموعة الأولى مثل ما قلتلك العربي والقادسية والسليبخات وخيطان وصل للدور القبل النهائي العربي والقادسية من المجموعة تصويبه من فواز الشمري يخلصها بالمرمة فواز يلسع لكرة ويسجل ولأول مرة يتقدم اليرموك على هذه كرة فواز الشمري ولأول مرة يتقدم اليرموك على كاظمة بنتيجة أربعة ثلاثة سلامات لحسين هاني خلص حسين هاني أعتقد العصابة رح تحرمها من استكمال المبارأ سلامات لحسين هاني نتمنى السلام لجميع اللعبين كرة مع كاظمة مشعودان محمد جوات حدان كاظمة يلعب ثلاثة ثلاثة قط أمامي ثلاثة قط قلبي محمد جوات حيداري محمد جوات المشاري محمد الحيداري الحداد المسعودان وصد أحلى من جراح الحبيب بيشيل تصويبة عبد العزيز المسعود المسعودان محمد شمعري محمد عامر سقط كرة حلوة والعسعوشي خلصة بالمرمى فيصل العسعوشي خلصة داخل المرمى ويسجل الهدف الخامس شوف تسقيطة حلوة من السناوي خلصة احسن هاني احسن فيصل العسعوشي الى المرمى إلى المرمى خمسة ثلاثة اليرموك متقدم فوزم شاري محمد جوات الحيداري يصوب ويشرها جراح ابرابه يا جراح الجراح الحبيب بيشيل الكرة تصويبة الحيداري ويحولها هجمة اللي يرموك محمد عامر النجدي الشمري احسن تقي محمد اليوحل محمد عامر ومحمد عامر يخلصها محمد عامر يشتاز المدافع بعملية شوف امبرلا ويدخل ويسجل الهدف السادس ويفجع كاغمة ويسجل الهدف عن طريق عبد العزيز المسعودان اللي تصبح النتيجة كاثمة اربعة واليارموك ستة تسع دقائق وخمسة وثناثين تانية مضى من زمن الشوط الاول كرة اليارموك النجدي اليوح اليحيوح يحاول الدخول محمد عامر مقابلة من احمد مراد وخطأ رمية حرة احمد عبدالهادي مراد هذا الحكم محمد بيابس فواز محمد دخول ودخول خاطئ حاول محمد لكن فيها دخول خاطئ ترجع ليه فواز المشاري فواز المشاري يخلصها بالمرمى فواز المشاري يستلم كرة حلوة تمريره سريعة من حسين دشتي الى فواز المشاري فواز المشاري يخلصها داخل بالمرمى يمسجل هدف لكاظمة الهدف الخامس هذا مدرب كاظمة مروان رجل وتوجيهاته لفريقه فواز الشمري محمد عامر فواز محمد خالد المل هذا خالد المل مقطوعة من كاظمة ترجع سريعة أحمد الى عبد العزيز وعبد العزيز في سقف المرمى هذا في سجل عبد العزيز مسعودان بيسجل هدف التعديل شوف يقطعها محمد جوان يحاولها سريعة لأحمد مران وأحمد مران إلي اللي آتونه من الخلف عبد العزيز مسعودان يسجلها ويسجل الهدف السادس تعادوا للفريقين و11 دقيقة مباراة متكافئة بين الفريقين الشمري سلمها الاحسين تقي وين تصويبها الى خارج الملعب فوق الخشبات الثلاثة تحول سريعة لكاظمة الحداد الحداد الى الحيدري الى المشاري المشاري وين حاول يلعب لعكورة لوب لكن جراح الحبيب صاحب يشيلها جراح الحبيب حاول فيها لمشاري يلعب لوب لكن جراح الحبيب يغط وتسكيرت للمرمى وخطأ وتحولت الكرة لكاظمة للمرمية الجانبية الحداد يتقدم إبراهيم العمير عبد العزيز إبراهيم محمد جواد حيدري أحمد القطان وقت مستقطع يطلبه مروان رجب مدرب نادي كاظمة آه فيها دقيقتين على محمد جواد فيه دقيقتين على محمد جواد خلص مدربك طلب تايم اوت محمد محمد جواد أنت تعترض ليش الحكم أخذ قرار والمدرب طلب وقت مستقطع خلص لا تنرفش راح أضيع تأثر على الفريق وانت لاعب ثقلك وزنك بالفريق وقت مستقطع يطلبه المدرب مروان رجب لنادي كاظمة وكاظمة راح يلعب ناقص بسبب الإيقاف الموقت على محمد جواد انتهى الوقت المستقطع ومحمد جواد الآن كاظمة راح يلعب ناقص بعد أخذ قرار الإيقاف لمحمد جواد محمد جواد محمد جواد كرت الأحمر والحقوب البطاقة الزرق يعني فيه تغرير راح يطلع ممكن أربع مباريات غير المباراتين الكرت الأحمر راح من لجنة لجنة شؤون اللاعبين ممكن يأخذ حقوبة زيادة لجنة التحكيم تعطيه حقوبة زيادة الكرت لجنة راح يرفع تغرير لإدارة الاتحاد الكويتي لكورنت حيدر حداد حيدري حداد حيدري حداد حيدري يوسف حيدر يحاول الدخول لكن فيها خاطئ ورمية حرة خاطئ ورمية حرة ليه فريق كاظمة يوسف حيدر يوسف إلى يوسف الحداد ويوسف الحداد يخلصها بالمرمى الحداد يحذها بالمرمى ويسجل الهدف السابع سبعة كاظمة ستة اليرموك والكورة مع اليرموك شوف كاظمة رغم النقص العدل يسجل فواز الشمري محمد دخول وخاطئ ورمية حرة فيه انذار على لاعب اليرموم على لاعب كاظمة فواز الشمري محمد عامر ارتقاء عالي حاول فيها طلال لكن فيها خاطئ ورمية حرة خارج منطقة تسعة متر احسين تقي محمد الى محمد عامر شمري النجدة فواز الشمري احسين يحسين 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 تقي يدخل من الجناح شوف محمد دخل على المدافعين سحب المدافع اللي مقابل للجناح وسلم لكورة خلصها بالمرمة مسجل هدف التعديل تصبح النتيجة ستة ستة قراءة معا كاظمة حيداري حداد حيدار يوسف الحداد يوسف حيدار يحاول الدخول مقابلة من المدافعين اللي يرموك خطأ ورمية حرة حلوة عملية التسلسل وصولها لإبراهيم الأمير وإبراهيم الأمير يخلصها بالمرمة إبراهيم الأمير يخلصها بالمرمة كرة متسلسل من لاعبين كاظمة وصلوها للاعب الجناح العيمن خلصها إبراهيم الأمير داخل المرمة ومسجل هدف الثامن لتصبح النتيجة ثمانية سبعة شوف عملية التسلسل وإبراهيم دخل من الجناح وحاطها من فوق جراح الحبيب داخل المرمة مسجل الهدف الثامن هذا محمد عامر لعب نادر يرموك ولعب منتخبنا الوطني هذا طلال فيروز كرة مع اليرموك فواز الشمهري محمد عامر فواز محمد اليوحة تمريره للنجدي ولوب حلو لوب حلو يخلصها عابد العزيز النجدي داخل المرمة ويسجل الهدف الثامن شوف التمريره الذكية من فواز الشمهري ودخول حلو من النجدي لعبها لوب داخل المرمة يسجل الهدف اكتمل كاظما كاظما قاعد يلعب الآن ثلاثة 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 قط أمامي ثلاثة قط خلفي اليرموك قاعد يلعب ستة صفر في الدفاع سعد الحيدري إلى يوسف حيدر يوسف الحداد فراهيم العمير تغيير مراكز الحداد أصبح في الميكري غير مركزة مع الحيدري والحيدري يصوب صوت صيبة قوية لكن جراح فاست بركساري والمرمة فاضي حاول فيها محمد عامر لكن الكرة ضربت القام ورجعت لكاظما كاظما قاعد يلعب يسحب الحارس ويلعب في الهجوم سبع لاعبين هجوم يوسف حيدر إلى الحيدري سعد إلى أحمد القطان يوسف حيدر يوسف يحاول يتقدم إلى القطان اللي يقطع وفيه إشارة اللعب السلبي على كاظما هذا محمد بيه أبس حكم مقاري وإشارته واضحة الحيدري بيصوب الحيدري الحيدري بيصوب بيقول الحكم انتظر انتظر قليلا لأصوب بعدين أطلق صافرتك كرة مع لي رموك كندري محمد عامر تسقيط العسحوسي ورمية الزع وإيقاف مؤقت لمدة ديكتين على أحمد مراد أحمد عبد الهادي مراد إيقاف مؤقت لمدة ديكتين قرار قرار سليم قرار سليم من الحكم أم حمد بيابس على أحمد مراد رمية جزاء بننفذها حسين تقي وحسين داشتي في المرمى سجلها ولا يصدها حسين بحسين حسين اللي يرموك يسجلها حسين تقي يسجلها وحسين داشتي ما يقدر يصدها تدخل المرمى وتعادل الفريقين سبعتعش دقيقة وعشرين ثانية مضى من زمن الشوت الأول تعادل الفريقين الكاظم الآن سيلعب ناقص لكن المدرب سعى بالحارس ونزل لاعب المرمى فاضي يعني أي كرة يقطعها نادي يرموك يلعبها على طول داخل في المرمى راح يسجل منها هدف لأن المرمى فاضي فواز الشمري فواز محمد عامر محمد عامر يا عامر يا عامر محمد عامر يخلصها بالمرمى ويعود اليرموك ويتقدم عشرة تسعة شو فواز سلمها محمد عامر محمد عامر بكل قوة ارتقاع عالي وتصريب داخل المرمى مسجل الهدف العاشر عشرة يرموك تسعة كاظمة يوسف حيدر إلى يوسف الحداد سعد الحيداري يوسف الحداد يوسف الحيداري يوسف حيدر وفيها قاطع ورمية جزاء الكندل كان قاطع داخل منطقة الستمتر حصل عليها يوسف حيدر على رمية جزاء لكاظمة هذول الحكام داخل الملعب الحكم بدر المطوع والحكم محمد بيابس هذا عبد العزيز النجدي لعب اليرموك في تغيير في الحراسة منزول الحار الثاني لليرموك محمد دكسل وعبد الله العنزي يسجل هدف عبد الله العنزي هدف من رمية جزاء لكاظمة لتصبح النتيجة عشرة عشرة فواز محمد عامر فواز الشمري محمد اليحيو تبريره للنجدي وسقف المرمى بسقف المرمى عبد العزيز النجدي يدخل من الجناح تشوف عملية تسلسل وصولها إلى لعب الجناح بالزاوية البعيدة يسجل منها الهدف الهدعش الهدعش يرموك عشرة كاظمة يوسف حيدر يوسف الحداد سعد الحيداري حاول يوسف الحداد يوسف حيدر يحاول الضغط والدخول لكن فيها يعاقة وخطأ ورمية حرة ضلال ياقود هنا في ذا الرمية الحرة حيدر حيدر بحاول لكن مقابلة من مدافعين نادي الهدف الهدعش فيها أشارة اللعب السلبي على فريقه يوسف حيدر بيصوب يوسف حيدر يصوب بيسجل يوسف حيدر شوف على طول من الثبات يوسف حيدر يسجل الهدف الهدعش عشرين دقيقة واربعتعش ثانية مضى من الشوط الأول وتعادل الفريقين الكرة معه اليارموك فواز محمد فواز خطأ والمرمى فاضي وداخل المرمى داخل المرمى من أحمد مراد أحمد عبد الهادي مراد يستقل عدم وجود خطأ في التمرير من محمد إلى فواز واستقلها أحمد مراد وعادها داخل المرمى يمسجل هدف سريع لكاظمة الآن كاظمة يتقدم واليارموك يتأخر بفرق هدف فواز الشمري محمد عامر بيحاول المرور والتعدية وفيها صفارة فيها صفارة حاول يخلص نفسه محمد عامر لكن فيها خطأ ورمية حرة محمد عامر فواز إحسين الكندري فواز محمد عامر اليوح يوح ورمية الجزاء دخول إبراهيم العمير داخل المنطقة المحرمة رمية الجزاء لفريق اليارموك دفاع متأخر من إبراهيم العمير حصل عليه ليرموك على رمية الجزاء ارتقى بالهوى وتحرك إبراهيم داخل المنطقة ورمية الجزاء صحيحة من مدر المطوع راح ينفذها أحسين تقي أحسين تقي مع حسن مع عالي حسن عالي حسن لكن أحسين تقي يسجل هدف من رمية الجزاء لليارموك وإعادة للنتيجة 12-12 طبعا الرحب بكل من ينضمع إلينا ويتابعنا عبر تلفزيون الكويت من خلال قناة سبورت اللي تنقلك أحداث الدور الثمانية للمجموعة با من دوري كأس الاتحاد بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد سجل هذه البطولة العربي هو أكثر فريق حقا بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد عشر مرات الكويت يأتي بعده تسع مرات والسالمية وكاظما ثمانية ثمانية القادسية سبع مرات خيطان أربع مرات في حين ثلاث مرات وصلها بخات مرتين اليرموك لم يسبق أنه حقق بطولة أي بطولة من بطولات الاتحاد الكويتي لكرة اليد طبعا الرحب بكل من ينضم إلينا ويتابعنا عبر التلفزيون الكويت من خلال قناة سبورت اللي تنقلك أحداث بطولة كأس الاتحاد فواز الشمري بيحاول وإعاقة من أحمد مراد وخطأ رمية حرة اللي يرموك فيصل عسعوسي فواز الشمري محمد فواز محمد عامر فواز يصوب لكن وين إلى خارج الملعب تصويب مفاجأة من فواز الشمري لكن إلى خارج الملعب ترجع لكاظمة تعادل الفريقين هذا رجب مروان رجب مدرب نادي كاظمة سعد الحيداري يوسف حيدر يوسف الحداد سعد تمريرات جانبية يوسف تغيير ملاكز بين الحداد وحيدر والآن سعد الحيداري ارتقاء عالي وتصويب يا سعد يا حيداري سعد الحيداري حاول فيها جراه لكن الكرة أسرح منها أضربت القام وادخلت المرمى وهنين نجده بضيحة حاول يلعب لكرة مبرومة لكن الكرة اتجهت إلى خارج الملعب ترجع الكرة يوسف سقط لأحمد وأحمد يخلصها أحمد مراد يخلصها داخل المرمى يمسجل ويعود كاظمة للتقدم ويرفع الفرق إلى فرق هدفين هدفين ووقت مستقضى يطلبها المدرب خالد الملة لنادي اليرموك الكويت ينتظر الفائز من هذه المباراة المجموعة الأولى خلاص عرفنا منه وصل إلى الدور القبل النهائي أهم القادسية والعربي الكويت وصل إلى هذه المباراة بعد فوزة على السالمية كاظمة بعد فوزة على فحيل النصر فاز على الشباب اليرموك فاز على التضامن ووصل إلى الدور الثمانية الآن الكويت فاز على النصر ووصل إلى الدور قبل النهائي الفريق الأخير والرابع لقبل النهائي سيكون يا كاظمة يا اليرموك أطلقت الآن صافرة نهاية الوقت المستقطع وسيعود الفريقين لاستكمال الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول بعض اللغطات اللي نعيدها لك مخرجنا شكرا لمخرجنا وشكرا لمصورينا وضع المشاهد بالصورة كرة مع اليرموك واليرموك منتأخر بالنتيجة بفريق هدفين 14-12 اليرموك يلعب 3-3 3 خط أمامي 3 خط خلفي حمد عامر حاول المرور والتصويب وصد أحلى من حسين دشتي صاد ترجع لطلال يقول بتمرير هذا وحلوة وين يخلص أحمد القطان وأحمد القطان يخلص داخل المرمى أحمد القطان يخلص داخل المرمى ويرفع الفارق إلى ثلاث هداف تمرير من أحمد مراد إلى أحمد القطان وأحمد القطان يدخل من الجناح ويخلص داخل المرمى يسجل الهدف 15-15 أربع دقائق ونصف من الوقت المتبقي محمد عامر اليحيوح بيصوب ويسجل محمد محمد يسجل هدف يسجل الهدف 13 محمد اليحيوح تقرى معه كاظمة يوسف الحداد إلى يوسف حيدر سعد الحيدري تمريرات جانبية سعد يوسف سعد تصويب الحداد وهدف يوسف الحداد يوسف الحداد يسجل الهدف لكاظمة تصويب قوية من يوسف الحداد يحافظ على تقدم كاظمة ويرفع النتيجة إلى 16-13 ويرفع ويرفع يوسف 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 تقرى معه محمد عامر محمد لكن فيها خطأ ورمية حرة خطأ ورمية حرة فواز الشمري محمد عامر عبد العزيز نجدي فواز الشمري محمد اليحيو فواز ومحمد عامر من الثبات يصوبها ويسجل الهدف للي يرموك الهدف 14 شوف محمد عامر بيصوب كرة قوية داخل المرمى يسجل منها الهدف 14 كرة مع كاظمة حيدري يوسف حيدر إلى يوسف الحداد يوسف يطلب منه ساعد الحيدر للخروج حتى يسلم كرة الحداد الحيدر بالهوى هواية لكن لم تكتمل ترجع للي يرموك محمد عامر عبد العزيز نجدي محمد عامر بيحاول المرور والاختراق وفيها فيها صفارة وفيها خطأ فيها خطأ خطأ رمية حرة فواز الشمري كنديري كنديري وإعاقة من مندفعين كالمة هذا ما أعطاه الفرصة ليه كنديري ترجع ليه فواز نجدي فواز فواز بيصوب ببلغ حلو منه يوسف الحداد حيدري إبراهيم الأمير إبراهيم الأمير يا أمير يا أمير إبراهيم الأمير مجهود فردي ويخلصها داخل المرمى يسجل إبراهيم الأمير شوف أخذ القرار بالدخول بعملية لدبن والوصول لمنطقة الستة وخلصها داخل المرمى يمسجل الهدف سبعة عشر لكاظمة رح ندخل في آخر دقيقة حمد عامر بيحاول وفيها خطأ ورمية حرة باقي دقيقة على نهاية أحداث الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم كاظمة بفارق ثلاثة أهداف سبعة عشر أربعة عشر حاكم بدر مطوع يطلب تجفيف أرضية الملعب حتى يحافظ على سلامة اللاعبين من الإصابة خطأ رمية حرة ليه فريق اليارموك تلت تنفذ محمد عامر كنديري محمد عامر تقي محمد عامر حسن العسعو شواء فيها خطأ ورمية حرة تنبيه من الحكم على الأمير إبراهيم محمد عامر حاول محمد عامر حاول محمد عامر لكن فيها إعاقة وخطأ ورمية حرة دخلنا فيه آخر عشر ثواني فواز أحسن تقي أحسن تقي فواز أحسن تقي ورمية الدزا تشوف المدافعين كاثمة أدخلوا من السعج بدأ الشوط الثاني واليارموك رح يكون على يمين الشاشة باللون الكحلي وكاثمة على شمال الشاشة باللون البرتغالي كرة مقطوعة من من كاثمة والتحول الشريعي إلى كاثمة يوسف الحداد يوسف بيصوب بيشيلها جراح الحبيب ترجع لليارموك فواز الشمري محمد عامر حاول يخترق وتم تعاقته من مدافعين نادي كاثمة وخطأ رمية حرة خطأ رمية حرة لفريق اليارموك حاول محمد عامر أن يدخل بين لعبين لكن تم تعاقته من مدافعين نادي كاثمة وخطأ رمية حرة لصالحة محمد عامر سلامات بيقوم بالسلامة واعتدار طيب من أحمد مراد على ليه محمد عامر هذا يوسف الحداد وتوجيهات من المدرب مروان رجل خطأ رمية حرة الآن طبعا الشرط الأول انتهى عزيز المشاهد بفوز فريق كاثمة على اليارموك بيتقدم كاثمة على اليارموك بنتيجة خمس سعش سبع تعيش للتذكير حكام مباراة اليوم داخل الملعب الحكم بدر المطوع والحكم محمد بيابس وحكم الطاولة هادي نصير وعبد العزيز صرخو مراقب عام المراقب الفني جاسم لسويلم والمراقب الإداري أحمد المطوع وكرة خلصونها اليارموك داخل المرمى من الجناح من حسين تقي بالزاوية البعيدة ويسجل الهدف ستعش لليارموك يقلص الفارق إلى هدف كرة مع كاظما أحمد القطان كاظما بيرعب ثلاثة 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 بالخط الأمامي وثلاثة بالخط الخلفي اليرموك بيرعب ستة صفر في الدفاع يحولها إلى ثلاثة ثلاثة واحد على حسب الخطة اللي أمامه من الفريق الخصم فريق كاظما تسقيط كرة من الحيداري إلى طلال ما يستطع عليها ترجعي إلى الحداد الحيداري بيحاول جراح بيشينه لكن فينا بسلبي على فريق كاظما وإشارة واضحة وخطأ رمي حرة الحيداري حداد حاول حداد الحداد ويسجل هنا في الحداد فوازي الشمبري على طول مجهود فردي الكندري حسين الكندري شوف أخذها ودخل بكل قوة وصوب وسجل هدف ليه اللي يرموك هنا يوسف الحداد ويسجل الهدف ليه فريق هذا مروان رجل مدرب كاظما كرة مع كاظما يوسف حيدار حداد حيداري سعد بيصووه بتصويبها قوية من سعد الحيداري ويسجل الهدف لي كاظما تخلي كاظما متقدم بفارق اثنين فواز فواز إلى محمد عامر ومحمد عامر يخلصها بالمرمى يسجل محمد عامر هدف لليارموك شوف عملية سحب المدافعين تفضية محمد عامر الدخول بكل أريحة من على منطقة الستة متر يسجل الهدف الثمنتعش تسعتاش كاظما ثمنتعش يارموك ثلاث دقائق واثنعش ثانية مضى من زمن الشوط الثاني يوسف حيدر يوسف بيحاول لكن فيها خطأ ورمية حرة خطأ ورمية حرة هذا مروان رجب ودرب كاظما يوسف حيدر وفيها إيقاف للوقت وفي دقيقتين على فيصل العسعوسي وخطأ رمية حرة لكاظما اللي رموك رح يلعب ناقص الآن بسبب إيقاف الموقت على فيصل العسعوسي فيها شد واضح قرار سليم للحكم محمد بويابس يوسف إلى يوسف الحداد حيدري حيدري بيسلمها للقطان القطان والزاوية البعيدة القطان القطان يدخل من الجناح ويحطها بالزاوية البعيدة يسجل الهدف ويحافظ على تقدم فريقة بفارق هدفين شوف أخذ القطوات القانونية الثلاثة وارتقى وصوب بالزاوية البعيدة يسجل الهدف عشرين نتيجة عشرين ثمانتعش وكاظما كامل واليرموك ناقص واليرموك سحب الحارس عساس يلعب بالهجوم كامل محمد عامر أحسين محمد عامر بموه محمد عامر لكن في إعاقة من مدافعين كاظما خاطع رمية حرة كنديري محمد عامر إعادة تنفيذ الرمية وفي إشارة اللعب السلبي محمد عامر يصوب يشيلها أحسين ترجع لإبراهيم العمير ويخلص إبراهيم العمير إبراهيم العمير يدخل ويسجل الهدف واحد وعشرين شوف استلم كرة دخل بكل أريحية وصوب بكل قوة يمسجل هدف التقدم ويرفع الفارق إلى ثلاث أهداف هذولا لاعبين كاظمة اللي يلعبون بالدفاع وفي إيقاف للوقت وطلب تبديل الكرة من محمد عامر الحكم محمد بيابس استجاب لمحمد عامر تبديل الكرة هذا حسين دشتي حارس مرمى كاظمة محمد عامر فواز الشمري محمد اليحيوح فواز محمد عامر محمد اليحيوح محمد إلى حسين إلى محمد محمد بيحاول الضغط بيسلم لي فواز فواز بيحاول يخلص نفسه من طلال ياقود لكن فيها خطأ على طلال ياقود ورمية حرة ليه فريق اليارموك محمد يحاول المرور والزاوية البعيدة ويسجل محمد يسجل هدف ويغلص النتيجة إلى فارق هدف هدفين آخر كرة سجلها محمد فيه وقت مستغطع الآن يطلبه مدرب فيها دقيقتين فيها دقيقتين على أحسين الكندري دخل الملعب قبل خروجه الآن اليارموك يعان رح يلعب ناقص لاعبين وليس لاعب لأنه نجل قبل لا يكتمل الوقت المتبقي لنجول اللاعب الآن أصبح خمس لاعبين لأنه نجل الوقت الآن لكن عنده اليارموك عنده نجول لاعب قبل نهاية الوقت فيعاقب الحيداري إلى القطان القطان والزاوية القريبة أحمد القطان يخلصه داخل المرمى أحمد القطان يدخل من الجناح شوف التمريره من الحيداري لأحمد القطان وأحمد القطان بالزاوية القريبة يسجل منها الهدف الثانيين وعشرين ويحافظ على الفارق ثلاثة هداف فواز حمد إلى فواز فواز الشمري فواز الشمري يسجل ويغلص الفارق إلى هدفين نفس سريعة من كاظمة يوسف حيدر إلى يوسف الحداد سعد الحيداري وهدف هدف حلو يسجل يسجل إبراهيم الأمير ليه فريق كاظمة هدف إبراهيم الأمير يسجل لكاظمة ترجع الكرة للي يرموك إحسين محمد بيحاول محمد بيحاول الاختراق لكن فيها شد واضح من خطأ فواز الشمري واحد بواحد بيحاول محمد حاول محمد وخطأ رميه حرة فواز إلى محمد محمد يسقط كرة وفيها خطأ ورميه حرة طلال يقود يعمل إعاقة على عفل عزيزة النجدي خطأ ورميه حرة وطلب تجويف أرضية الملعب سبع دقائق وسبعة وثلاثين ثانية مضى من زمن الشوط الثاني والنتيجة تقدم كاظمة على اليارموك ثلاثة وعشرين عشرين طبعا الرحب بكل من ينضم هنا هنا ويتابعنا عبر تلفزيون الكويت من خلال قناة اسبورت اللي تنقلك أحداث البطولة وتنقلك المباراة بين كاظمة واليارموك والكرة مع كاظمة سعد الحيداري سلمها لإبراهيم الأمير ويلعبها مبروم إبراهيم الأمير داخل المرمة يسجل الهنف أربعة وعشرين ترجع سريعة لليارموك و ما يسطر عليها حسين تقي تطلع الكرة إلى رمية جانبية ترجع سريعة القطان القطان ويسجلها القطان أحمد القطان يستلم التبرير السريعة من حسين داشلي ويخلص القطان داخل المرمة ويرفع الفارق إلى أربعة هداف مما يضطر مدرب اليارموك إلى طلب وقت مستقطع عزيزي المشاهد طبعا المجموعة أحنا نلعب في المجموعة باء المجموعة الباء ضمت كل من الكويت والسالمية وكاظمة واليارموك والنصر والشباب وفي حيل والتضامن وصل للدور الثمانية الكويت والنصر وكاظمة واليارموك الكويت الآن وصل إلى الدور القبل النهائي بعد فوز على النصر ينتظر الفائز من المباراة هذه هذه المجموعة باء السجل الذهبي لهذا البطولة هو العربي أكثر فريق حقك بطولة كأس الاتحاد بعشر مرات يعني بعد الكويت تسع مرات السالمي والكاظمة متعادلين في عدد البطولات ثمان بطولات ثمان بطولات القادسية سبع بطولات خيطان أربع بطولات في حين ثلاث بطولات وصلة بخات بطولتين انتهى الوقت المستغطع اللي طلبها نادل يارموك والآن نعود لاستكمال أحداث الشوط الثاني قرأ مع يارموك فوانز حاول الضغط ودخول إلى محمد عامر محمد عامر يحاول يخلص نمسة لكن فيه إعاقة من المدافعين وخطأ رمية حرة خطأ ورمية حرة لليرموك العسعوسي محمد فواز فواز يحاول يضغط تسلمها لمحمد عامر محمد تصويبة وفيها لمس مدافعين كاظمة كرة المسد لعبين كاظمة وتحولت لليرموك رمية زاوية التنفى السريعة محمد عامر واحد بواحد يحاول يخلص نفسه شمر يفواز ترجع ليه تقي وتقي يسجلها إحسين تقي يسجلها داخل المرمى من الجناح ويسجل الهدف الثين وعشرين حيدر حيدر ويسجلها يوسف حيدر يسلم كرة للحيدر اللي آتي من الخلف ويسجل الهدف لكاظمة ترجع لليرموك فواز فيها خطأ ورمية حرة محمد عامر النجدة محمد عامر بيحاول المرور فيها قاف مؤقت دقيقتين على محمد عامر محمد عامر صفر الحكم خطأ فأهو سددها أضربت بوجه الحارس فتم عقابة بإيقاف مؤقت لمدة دقيقتين كرت أحمر كرت أحمر و كرت أجرج فيها تقرير تم استبعاد محمد عامر بالبطاقة الحمر مع رفع تقرير فيه لليرموك سيعاني بعد الإيقاف لمحمد عامر والسبعاد الآن يلعب ناقص أحسين محمد تسقيط اللعب الدائرة الأحسين تقي العسعوسي إلى فواز ولكن وين إلى خارج حاول لعبها لوب لكن إلى خارج الملعب ترجع إلى يوسف يوسف إلى يوسف يوسف الحداد يوسف الحداد إلى أبراهيم الأمير ولكن جراح بيشيلها أمحمد داكسن حارس مرمى إلير موك بيشيل كرة أبراهيم الأمير ترجع لفواز الشمري فواز إلى العسعوسي إلى فواز إلى محمد إلى حسين تقي محمد بيحاول الدخول سقط كرة العسعوسي ويحصل على رمية الجزاء رمية الجزاء تواجد أحمد مراد داخل منطقة المحرمة والعسعوسي يستقل هذا الوضع وصوب على طول ولف وتفيع عاقة تواجد أحمد عبد الهادي مراد داخل منطقة المحرمة رمية الجزاء في تغيير في الحراسة نزول علي حسن علي حسن المسوي وحسين تقي علي حسن المسوي وحسين تقي احسين وداخل المرمى احسين تقي يسجل هدف لليرموق من رمية جزاء ترجع الكرة لي كاظمة كاظمة 26 اليرموق 23 11 دقيقة وعشرين ثانية كرة معا كاظمة حيداري مررها ليه عبدالله العنزة حيداري حيداري الى الحداد لو محمد العنزة هو خطأ ليه يرموق احسين السلمان وهو ليه فيها خطأ ورمية حرة فواز الشمري راح ينفذ رمية الحرة فيصل عسوسي محمد احسين تقي محمد ارتقاء من الثبات وهدف هدف محمد اليوحة محمد اليوحة يسجل هدف لفريق كاظ اليرموق حيداري بحاول الحيداري الى خارج الملعب خارج الملعب تنفذ خاطأ رمية حرة لفريق اليرموم تنعفذ فيصل عسوسي فواز فيصل محمد فيصل نجدة حسين نجدة حسين اليرموق تصويب غوية وهدف هدف عيله من فواز الشمري فواز الشمري يلسع لوحده من خارج شوف ارتقاء عالي وتصويب الزاوية البعيدة هدف جميل يسجل فواز الشمري مما يضطر مدرب كاظما الى طلب الوقت المستقضع تصويب غوية من فواز الشمري يخلصها داخل المرمى ويسجل هدف لفريق اليرموق تصبح النتيجة فارق هدف 26 25 هذا خالد الملة توجيهات للاعبين هذه آخر الكرة الكرة لأحمد القلطان دخولها من الجناح شكرا لمخرجنا وشكرا لمصورين إعادة بعض اللغطات اللي اضطافت على المشاهدين حتى يشوفونها هذه محمد دخول وأطلقت الآن صافرة نهاية الوقت المستقبل سيعدون الفريقين اللي استكمال أحداث الشوط الثاني من المباراة والمتبقي الآن من الوقت اللي مضى من الوقت 13 دقيقة و 26 ثانية كرة مع كاظمة بعد أن أنها أخذ الوقت المستقطع نادي كاظمة كرة مع كاظمة حيداري قطان حيداري يوسف حيدار إلى يوسف الحداد تمريرات جانبية حيداري ارتقاء وتصويب قوية من الحيداري يخلصها داخل المرمى يسجل الهنف 27 ارتقاء عالي من سعد الحيداري نشوف عملية القاط والتحرك وتصويب كرة قوية داخل المرمى اكتمل فريق اليرمونك الآن فريق اليرمونك سيعاني بغياب محمد عامر هو القوة الضاربة بفريق اليرمونك محمد إلى حسين إلى كندري كندري إلى النجدي شمري فواز فيها إعاقة وإيقاف مؤقت فيها إعاقة خطأ رمي حر هذا أحمد مراد اعتذار من أحمد مراد إلى فواز خطأ رمي حر اليرمونك تنفذ فواز حمد كندري حمد فواز تمريرات جانبية النجدي حمد فواز فواز يا فواز يا فواز فواز يا فواز يلسع لوحده من خارج منطقة التسعة متر يخلص شوف الارتقاء العالي من عشرة متر تقريبا يخلصها داخل المرمى يسجل هدف لليرمونك فواز الشمر كرة مع كاظمة سعد يوسف حداد يوسف سعد تمريرات بالخط الخلفي خروج لعب الدائرة الحيدري الى الحداد يسلمها للنعنزة الحداد حداد الى حيدر الحيدري سعد سعد بيحاول الى الحداد حداد دخول خاطئ دخول خاطئ على الحداد ترجع الكرة لليرمونك اليرمونك يشجل الكرة هذه ويتعادل الفريقين المباراة هذه ما فيها تعادل يا تشاب يا كتب لازم فيه فريق يكون فايز حتى لأن البطولة تكسل التعادل بالنظام دوري خروج المغلوب يعني الفريق لازم فريق يفوز ولازم فريق يخسر اللي يفوز رح يوصل الى الدور القبل النهائي وهدف من الكنديري تصويب كل قوة حاول فيها حسن عالي حسن لكن القرى اشتازتها ودخلت المروه القرى مع كاظم يوسف حيدر يوسف الحداد عبد الله العنزي حيدر الحيداري ارتقاء الى الحداد الحداد الى عبد الله عبد الله بالزاوية البعيدة ويسجل هدف ويعود كاظمة للتقدم محمد في تغيير في الحراسة شوف محمد عبد الله العنزي دخل وصوب بكل قوة وسجل الهدف 28 هذا يوسف الحداد كرى مع اليرموم محمد فواز نجدي محمد حاول الدخول فواز الى نجدي محمد الى فواز فواز الى الكنديري فواز محمد فواز بحاول فواز لكن دفاع قوي من احمد مران في اشارة اللعب السلبي على اليرموم محمد بحاول محمد حلوة 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 يا محمد اليحيوح محمد اليحيوح يخلصها داخل المرمة ويتسجل الهدف 28 ويرجع للتعادل العنزي يا العنزي من الجناح يسجل الهدف عبد الله العنزي عبد الله العنزي يسجل هدف حلو شوف شوف دخل و ارتقى جراح حطها لها من تحت ريولة داخل المرمة مسجل الهدف 29 نتيجة 29 كاظمة 28 اليرموك اليرموك فواز الشمري حاول يصوب وتضرب البلوك الدفاع والتحول الى رمية زاوية النجدة فواز محمد كنديري تبريرات جانبية بالخط الخلفي محمد سقط الحسين وفيها دفاع قوي من فيه ايقاف مؤقت على طلال ياقود طلال ياقود نشوفها اه فيها شوف 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 من طلال ياقود الان كاظمة يرح يلعب ناقص ننزل احمد موران وسحب يوسف حيدر كرة مع اليرموك كاظمة الان يلعب ناقص اليرموك كامل فواز سلمها للنجدة وفيها دخول خاطئ دخول خاطئ يحتسب ها محمد الحكم محمد ميابس نشوف لا وجهة نظري أنا رمية سبعة تمتار وليس دخول خاطئ لأن لاعب نادي كاظمة دخل للمنطقة قبل ان يصدر فيه لاعب فيعتبر خطأ على المدافع وليس المهاجم شوف 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 اللاعب شوف شوف موجود داخل المنطقة المحرمة داخل المنطقة المحرمة لاعب كاظمة رمية الجزاء وليس دخول خاطئ عيدها مخرجنا خدخلي المشاهد بالصورة شوف عمليا التسلسل شوف شوف عبدالله العنيزي شلون متريلة وداش داخل المنطقة المحرمة هذي دقيقتين هذي قرار سليم دقيقتين على فيصل العشحوشي قرار سليم عمية بالمية لأن سعد الحيداري رايح خلاص أنت تم التعيحاقته بعد ما اشتازك لا ايقاف مواقع صحيح عمية بالمية وايا حاول فواز الشمري المرمى فاضي لكن الى خارج الملحب كرة معا يوسف حيدر يخلصها بالمرمى يوسف حيدر يسجل هدف يعتبر هدف الانقاذ وفيها ايقاف مواقع لمدة دقيقتين دقيقتين و دقيقتين ما رجع لمتار القانونية ورمية الجزائية يحتسب لحكم ويقاف مواقع تمد ده دين على احمد مرات كرت أحمر كرت أحمر يا مكثر الكروت الحمر إيقاف مؤقت أحمد مراد كمل ثلاث إيقافات فيستبعد بالبطاقة الحمرة ورمية الجزاء لليار موك فواز الشمري فواز الشمري راح ينفذ رمية الجزاء وعلي الموسوي فواز الشمري ويسجلها فواز الشمري فواز الشمري يسجلها ويقاف مؤقت على أحمد مراد أحمد مراد يتم استبعادة بالبطاقة الحمرة بعد أن يكمل ثلاث برات إيقاف مؤقت لمدة ديكتين ثلاثين تسعة وعشرين فريقين ناقصين كاظمة حاول الحداد إلى القطان وهدف هدف القطان يسجل هدف هدف سليم من القطان فواز الشمري أحسين نجدي كندري تمريره فواز التقاء وتصويبه والقاء الحارضة الحد فيها إيقاف مؤقت لمدة ديكتين على الكندري فيها إيقاف إيقاف مؤقت لمدة ديكتين على الكندري أه لا قرار سليم 100% قرار سليم 100% من محمد بو يابس خطأ ارتكب اللاعب نادي يرموك وقرار سليم للحكم محمد بو يابس اشرح لك الحين شوف 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 لحد الحين لا شوف قبل لا يمسك الكرة لاعب نادي كاثمة لاعب نادي يرموك موسك ابراهيم الامير من شسفة فيستحق العقوبة وقرار سليم للحكم محمد بو يابس رمية جزاء الحيداري حيداري بيصوب بكل قوة سعد الحيداري بيصوب بكل قوة ويسجل الهدف 32 كل قوة سعد الحيداري يسجل الهدف لكاظمة كاظمة عنده ايقاف مواقت وليرموك عنده ايقاف مواقت فواز الى النجدي تبرير خاطئ من عبدالعزيز النجدي الى خارج الملعب كرة مع كاظمة كاظمة متقدم بالنتيجة بفارق ثلاثة اهدف هذا خالد الملة رح ندخل فيه اخر ثمان دقايق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الثاني والمباراة اكتمل فريق كاظمة الآن بنزول طلال ياقود حيداري يصوب وتصويبه قوية من سعد الحيداري يخلصها داخل المرمى يمسجل الهدف الاربع وثلاثين اربع وثلاثين ثلاثة وثلاثين كاظمة سوري ثلاثة وثلاثين كاظمة تسعة وعشرين اليرموك الكرة مع اليرموك محمد فواز فيها خاطة ورمية حرة لبس الكرة قدم لعب نادي كاظمة محمد ارتقاء من الثبات وتصويبه قوية من محمد اليوحى محمد اليوحى يخلصها داخل المرمى هذا إبراهيم العمير يتسجل الهدف اربع وثلاثين آخر سبع دقائق آخر شوف إبراهيم العمير وتصويبه وتسجيله للهدف آخر ست دقائق وخمسة وثلاثين ثانية الوقت المتبقي على نهاية احداث الشوط الثاني وهدف يسجل احسين تقي شوف دخول من الجناح والزاوية البعيدة بسقف المرمى يسجل الهدف الواحد وثلاثين كرة مع كاظمة كاظمة متقدم بفارق ثلاثة هدف والوقت المتبقي يسمح ليرموك أن يعدل النتيجة هل كاظمة يحافظ على التقدم ويزيد الفارق أو اليرموك يقول لك كلمة ويغير النتيجة في إشارة اللعبة السلبي على فريق كاظمة شيلها ترجع ليرموك حمد إلى فواز فواز الشمري لكن بيشيلها المسوي حسن علي حسن المسوي بيشيل كرة فواز الشمري اللي حاول يلعبها لهم على حسن المسوي لكن حسن المسوي كان صاحي وبيشيل كرة مهمة من فواز الشمري خمس دقائق وثلاثين ثانية الوقت المتبقي على نهاية أحداث الشوط الثاني والمبراء يوسف حيدر يوسف الحداد يوسف حيدر في إشارة اللعبة السلبي يوسف حيدر يوسف حيدر دخول حاول يصوب وصدع أحلى لكن فيها إعاقة وخطأ ورمي حرة طلال يا قلت يوسف حيدر يوسف حاول يتقدم يصوب يمر إبراهيم وإبراهيم العمير إبراهيم العمير يخلصه ويريح فريقه شوية يسجل الهدف خمسة وثلاثين شوف بكل ارتقاء والزاوية القريبة يسجل من هالهدف خمسة وثلاثين محمد كندري كندري علاه حلوة يا محمد هدف حلو من محمد إليح يوح هدف حلو من محمد ترجع لك يا أظمة رح ندخل في آخر أربع دقائق وعشر ثواني الوقت المتبقي على نهاية الشوط الثاني والمباراة يوسف خطأ ورمية حرة لي كاظمة فرق ثلاثة أهداف كاظمة حداد ويصوب لكن بيشيلها الحارس بيشيلها جراح الحبيب ترجع الكرة لليارموك اليارموك يسجلها ويغلص الفارق وحلوة تشقيطها على الدائرة ويغلصها فيصل العسحوس ويغلص النتيجة إلى فارق هدفين يعود كاظمة يعود اليارموك أو كاظمة لكلمة وينهي المباراة على هذه الكرة يسجلها كاظمة يرفع النتيجة إلى فارق ثلاثة أهداف أو تنقطع ويرجع الكاظمة لليارموك ويغلص الفارق إلى فارق هدف دخلنا في آخر ثلاث دقائق الحداد 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 يحدها لكاظمة يوسف الحداد يسجل هدف ويرفع الفارق إلى ثلاثة أهداف فواز فواز يصوب كرة كرة مهمة لكن وين الكرة إلى خارج الملعب تريح فريق كاظمة شوية كاظمة يسجلها ينهي على عامال اليارموك الآن الفارق ثلاثة أهداف والوقت المتبقي دقيقتين ونص هذا خالد الملة مدرب نادي اليارموك براهيم الأمير يوسف حيدر حيدري سعر يوسف في إشارة اللعبة السلبي على الكاظمة حيدر حيدري تمريرها خاطئة كانوا رح يعملونها لعبة هوائية لكن لم يوفق فيها الجناح ترجح الكرة لليارموك فواز فواز الشمري دخلنا في الوقت آخر دقيقتين الكندري سقط للعسعوس والعسعوس يسجل ويحافظ على بصيص من الأمل نادي اليرموك شوف سحب المدافعين الكندري خلاهم يطلعون فض العسعوسي نزل لك كرة استقلها العسعوسي واستجل هدف كرة قطعها لكن فيها خاطئ ورمية حرة خاطئ ورمية حرة نادي فريق كاظمة هناك وسح هناك وسح بش هنا بش هنا عنديك في الأول هنا يلا خضاف خضاف كرة معه فريق كاظمة يوسف يوسف ويشيلها جراح ترجع لليرموك النجدة النجدة العسعوسي العسعوسي ويسجل العسعوسي الهدف خمسة وثلاثين يقضعها ليرموك ويسجل هدف التعديل أو كاظمة تقول لك كلمة بهذه الهجمة ويسجل الهدف ويرفع الفارق إلى هدفين في وقت مستقضع الآن يطلب مدرب كاظمة كاظمة طلب الوقت المستقضع حتى يحافظ يالكرة تدخل المرمى أو تطلع خارج المرمى الأوقات المتبقية يعني الوقت المتبقي وقت قليل يعني عثواني حوالي خمسين ثانية تقريبا باقي من الوقت يقطعها ليرموك حولها إلى هجمة عكسية وسريعة ومرتدة فاصل بريك ويسجل هدف التعديل هذي بعض اللغطات اللي عيدها لك مخرجنا شكرا للمخرجنا شكرا للمصورينا أنا أتوقع توقعات أن مدرب كاظمة رح يلعب بالوقت يقول لك طول الكرة حد ما تقدر حد لو يرفع الحاكم إشارة اللعبة السلبي بعد إشارة اللعبة السلبي أنت لك سبع تبريرات أو ست تبريرات باقي تقريبا 45 ثانية 45 ثانية بالضبط والكرة معك أظم الحداد حيدر حيدري إشارة اللعبة السلبي طول يقول لك طول 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 يا طول الحيدري يسجل هدف تنجح سريعة وفي رمية الجزاء لليربوك وفي هديكتين للحداد فيها رمية الجزاء يسجلها فواز ولا فواز يسجلها والكرة باقي 15 ثانية والكرة معه كاظمة اليربوك طلع دفاع متقدم على أساس أنه يفكر فيه أنه يقطع الكرة يوسف حيدر يوسف خطأ ورمية حرة سبع ثواني خمس ثواني يوسف حيدر ثانيتين وهدف معه